فعلا طبعا فقرتنا الياية عن مسجد السنة وهو أحد المساجد في العاصمة المغربية الرباط ويعتبر واحد من أكبر المساجد التاريخية المغربية وأيضا أقدمها نعم وأكيد يحمل هذا المسجد رمزية دينية ويتميز أيضا بنظام معماري فريد النظام المعماري المغربي المتفرد دائما نعم أكيد رح نشوف مع بعض هذا التقرير اللي صلت الضوء على مكانة هذا المسجد اللي تم بنائه في القرن الثامن عشر الميلادي خلونا نشوف مع بعضنا مسجد السنة التاريخي هو أحد أكبر مساجد المغرب يقع بالعاصمة الرباط تأسس في القرن الثامن عشر من الميلاد في عهد السلطان العلوي مولاي محمد بن عبد الله ثم رممه في القرن التاسع عشر ثم بعد ذلك سنة تسعة وستين تسعمائة وألف في عهد العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني هو صرح إسلامي مصنف في قائمة اليونسكو للثورات العالمية عام 12 وألفين كجزء من الرباط العاصمة وهو معلمة دينية لها تاريخ عريق فهو مسجد ومعلامة كبيرة مساحته تزيد عن خمسة آلاف وخمسمائة متر يقصده المصلون في الصلوات الخمس وفي الجمعة وكان يقصده الملوك العلويين بالصلاة فيه مرة بعد مرة فهو مسجد ومعلامة أعظيمة من المساجد الكبيرة هو رابع أكبر مسجد المغرب لا يكاد يغدو واحدا من معالم العاصمة وهو مسجد علوي يقرب بأمصار قليل حيث القصر الملكي يتقاطع مع شارع محمد الخامس الأشهر بالرباط آذانه نداء للنفير نحوه وأغلب مصليه موظفون بحكم قربه من الإدارات العمومية والمؤسسات الرسمية أشهد أن محمد رسول الله وبه تقام صلاة الجمعة بحكم كبار مساحته التي تدن عن ستة أهلاف متر مربع ما يجعله ثاني أكبر مسجد بالعاصمة بعد مسجد حسن وظل منذ سنين يأوي أجود الأئمة والمؤذنين أصحاب الأصوات الرنانة الله أكبر الله أكبر وبه تنظم الكراسي العلمية والمواعيد الدينية بمشاركة العديد من العلماء والفقهائي والخطباء هذه المعلمة تعد رابع معلمة في المغرب بعد مسجد حسن وبعد القارويين وبعد مسجد الحسن الثاني فهذا الصرح تعرض فيه الندوات العلمية ويأتي إليه الضيوف من خارج المغرب لإلقاء محاضرات دينية وبه الكراسي العلمية التي كانت تعتبر من قبل كمدرسة أو كجامعة تحدى هذه المعلمة التاريخية برعاية مولوية نظرا لقيمتها التاريخية إضافة إلى أنها تستقطب أجود القراء والعلماء خصوصا في شهر رمضان الأبرك نظرا لأن المغرب يعرف دروسا موازية في حضرة صاحب الجلالة بالإضافة إلى أن هذه المعلمة تلهم أرواد المسجد والمصلين من كل صوب وحدب الذين يؤدون الشعائر الدينية صمعة هذا المسجد مستوحة من شكل الكعباه والتي ترمز للاتجاهات الأربعة على غرار المسجد الأموي وصمعة حسانة والكتبية وتتكون الصمعة من ثلاث قرات وترمز بدورها للشمس والأرض فبمجرد أن تدخل هذا الفضاء تجد فناء واسع مفتوحا على السماء ويسمى صحن الجامع بفوسيف سائه الرامعة والمتلألئة وله ستة أبواب ويمتاز بنقوش وزخارف مغربية أصيلها السنة يختزل ما أبدع به الصانع المغربي من حيث النقوش الموجودة على جدرانه والفوسيفساء الجميلة التي تجمع الألوان البديعة وكذلك صحنه المتسع وكذلك ما جاد به الصانع المغربي من نقوش في سقفه الخاشبي الذي أتت بلاطاته هذا المسجد ومساجد أخرى بالمغرب ترتبط وارتبطت تاريخيا بحضارة المملكة المغربية ومسجد السنة هو صرح حضاري دوء إبداع فني معماري يجمع بين ثقافات متعددة وحضارات مختلفة ويتميز بطرازه الفريد الغني بالطراط المعماري الإسلامي وبالخصوص الحضارة الأندلسية التي أصبحت سمة بارزة لفن بناء المساجد المغربية بصفات عامها مسجد السنة التاريخي هذا الصرح الإسلامي الديني الكبير يبقى وجهة للمصلين والزوار لسمعته ورمزيته وكذا لمعماره الفني الأصيل لبرنامج الزاجل عبدالله الشاب الرباط رجعنا من المغرب إلى الكويت مرة ثانية نجيب باصل يقول أنك تعرف التحجة مغربي أخوانا هو كدير لأباس هذا اللي أنا أعرفه كيف الصحة بخير هذا حشينا وحشيهم تقريبا نفس نفس الشيء لا مون نفس الشيء نفس السرعة نفس السرعة أي نعم لكن حشيهم صراحة حلو وفي على قوثم مميز وجميلة صراحة البلد شوف المغرب تبارك الرحمن تتميز بكثير من الأشياء يعني شفنا هاته هو ثقافة المسجد هذا شفنا الزخارف لداخل المسجد يتميزون أيضا بصناعة الخشب الأرابسك بشكل عام عندهم سوق اسم السوق العتيج تدخل هذا السوق من كثر ما أن الشغل في الخشب جميل ما تطلعين صباح لازم تشترين شيء فعلا عندهم الحرف اليدوية هذه متميزين فيها في أكثر من مجال حتى الأكل الأكل المغربي جدا لذيذ صحيح أيضا بعد حتى في موضوع يعني العمارة والبنيان والديكورات ترى اطراز المغربي هم بعد يعني مميز يعتبر يعني من الأفضل اطرازات وشاهدتنا فيه مجروحة في كرة القدم والرياضة بالتحديد عادة أنا صراحة واحد من الناس المغرب بياسين بونو عندي مكانة خاصة أنا مالي بالرياضة بصراحة بس أقدر أقول إن شاء الله نقدم حلقة كاملة إشراقة كاملة من المغرب إن شاء الله الله يسمع منك سيعطينا مكافآت وعلى الروح هناك ترجمة نانسي قنقر